بعد النسخة الأولى والثانية من المنتدى الدولي للمدن العتيقة التي عرفتها كل من شفشاون وططوان تحط النسخة الثالثة الرحال بمدينة البغاز وذلك من 24 إلى 26 أبريل تحت شعار التراث فرص ورهنات التنمية المستدامة نأمل من خلال المنتدى بخروج بتوصيات علمية وعملية مهمة نستنيرو بها ونشتغلو عليها كمسؤولين محليين أجل إعدادة لإعتبار للمدن العتيقة وإعدادة لإعتبار للتراث بصفات العملة C'est un forum qui aura lieu à Tangier le 24 au 26 أبريل Il aura pour thème le patrimoine, quels sont les enjeux et les opportunités pour un développement durable Il s'inscrit dans un contexte global, c'est-à-dire que le patrimoine est pris dans un sens large du thème C'est aussi bien le côté patrimoine bâti, le côté aussi immateriel, mais aussi l'environnement dans un sens large du thème المنتدى سيعرف مواصلة تطوير وتنويع الثعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين وكذلك فتح أفاق في مجالات التراث والثنمية المستدامة كما يهدف إلى توسيع النقاش حول السياسات المرتبطة بالقضايا التراثية وتوسيع الدبلوماسية الموازية مع الدول الإفريقية إفريقيا ستنالو حضاها الكبير هذه السنة بحيث أنه سنخصصو إن شاء الله الجلسة العامة الأخيرة للتراث في إفريقيا C'est un forum qui mettra en exergue tout ça mais ce qui est intéressant, il y aura des panels, il y aura des ateliers et tout mais ce qui est très important, c'est qu'on va sortir avec des conventions qui seront signées et surtout un appel, l'appel de Tangier يهدف المنتدى أن يكون منبرا حقيقيا لتقديم تجارب المدن التاريخية وتقاسم الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة للمدن العتيقة